في ظل تزاود جرائم الألكترونية في العراق يعتزم مجلس النواب تشريع قانون جرائم المعلوماتي الذي ينتظر اللمسات الأخيرة في لجنة البرلمان خبراء قانونيون أكدوا أن هذا المشروع بصيغته الحالية مخالف لمواد الدستور الخاصة بحرية التعبير مشيرين إلى أن المزاج السياسي تجاوز الحدود الدستورية هذا الطابع الذي تبتع به القانون بالتأكيد فيما لو تم إقراره بالصورة الحالية سوف يؤثر على حقوق دستورية تلك المتعلقة بحق التعبير ولربما يكون متكئا تستند عليه بعض المفاصل الحكومية بالتصدي لكل من يمارس هذا الحق الدستوري تحول قانون الجرائم المعلوماتية إلى شبح مخيف يطارد الصحفيين والمثقفين وأصحاب الرأي وعموم العراقيين على مواقع التواصل حيث تصل العقوبات في بعض المواد إلى المؤبد واعتبره الصحفيون بمثابة أغلال مقيدة أكثر مما هو قانونا مشرعا هذا هي القانون ضد الطبقات المثقفة ويضرب الطبقات المثقفة بالصميم هذا لا يخدم الطبقات المثقفة بالعكس هذا يخدم النظام البوليسي النظام الديكتاتوري قانون الجرائم المعلوماتية بدأ الحديث عنه منذ عام 2011 وجوبها باعتراضات كثيرة إذ يحتوي على مواد ليست محل شك بحسب مختصين لكنه خرج من معاقبة الذين يرتكبون الجرائم المتعلقة بالابتزاز الألكتروني والتهديد والمساومة إلى مساحات واسعة تتعلق بحرية التعبير وهو ما يبعث على القلق ويطرح تساؤلات كثيرة من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية